بسم الله الرحمن الرحيم حكم حول الغفلة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال عليه السلام الغفلة أضر الأعداء وقال عليه السلام الغفلة شيمة النوكة وقال عليه السلام الغفلة ضلال النفوس وعنوان النحوس وقال عليه السلام احذروا الغفلة فإنها من فساد الحس وقال عليه السلام احذر منازل الغفلة والجفاء وقلة الأعوان على طاعة الله وقال عليه السلام إن كنتم للنجاة طالبين فارفضوا الغفلة واللهو والزموا الإجتهاد والجد وقال عليه السلام وقال عليه السلام سكر الغفلة والغرور أبعد إفاقة من سكر الهمور وقال عليه السلام شيمة العقلاء وقلة الشهوة وقلة الغفلة وقال عليه السلام في السكون إلى الغفلة اغترار وقال عليه السلام فأفق أيها السامع من غفلتك واختصر من عجلتك واشدد أزرك واخذ حذرك واذكر قبرك فإن عليه ممرك وقال عليه السلام ويح ابن آدم ما أغفله وعن رشده ما أذهله وقال عليه السلام ويح النائم ما أخسره قصر عمله وقل أجره وقال عليه السلام لا غر تكثقة بالأيام وقال عليه السلام الغفلة طرب وقال عليه السلام الغفلة ضد الحزم وقال عليه السلام الغفلة تكسب الإغترار وتدني من البوار وقال عليه السلام إياك والغفلة والإغترار بالمهلة فإن الغفلة تفسد الأعمال والآجال تقطع الآمال وقال عليه السلام بينكم وبين الموعظة حجاب من الغفلة والغرة وقال عليه السلام دوام الغفلة يعمل بصيرة وقال عليه السلام كفى بالغفلة طلالا وقال عليه السلام من طالت غفلته تعجلت هلكته وقال عليه السلام من غلبت عليه الغفلة مات قلبه وقال عليه السلام من غفل عن حوادث الأيام أيقظه الحمام وقال عليه السلام لا عمل لغافل وقال عليه السلام لا حزم مع غرة وقال عليه السلام النسيان ظلمة وفقد وقال عليه السلام السلو حاصد الشوق وقال عليه السلام وقال عليه السلام من نسي الله سبحانه أنساه الله نفسه وأعمى قلبه وقال عليه السلام الزلل مندمة وقال عليه السلام زلة العاقل شديدة النكاية وقال عليه السلام زلة المتوقي أشد زلة وعلة اللوم أقبح علة وقال عليه السلام زلة القدم أهون استدراك المترجم للقاء شكرا